هي الآن إذا كان كل ما بعد رمضان كانت معذورة مريضة لا تستطيع الصيامة لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا المحرم إلى أن وصل شعبا لأنه لا مر في ساعة إلى أن يبقى على رمضان بمقدار ما عليها بمقدار ما عليها عندها يجب عليها القضاء فهذه دكنهية استمرت كلها إما مرضع وإما مريضة لم تجد وقتا كانت غير مفرطة فهذه نقول الآن وضعك شو الآن صحيحة الآن صيمي ليم هذه باي فما فرطت لأنها لا تستطيع الصيام فهذه نقولها ما عليك شيء صيميه بعد رمضان ولا شيء عليك أما إذا فرطت تستطيع أن تصوم صحيحة ولكن خطرات أو خاصة لما أصبح واجبا عليها بعدد الأيام فهذه سبح ومفرطة نقول لا تقضي بعض رمضان وتدفع كفارة دار الإفتاد قول ثلاثة دينار عن كل يوم ثلاثة دينار عن كل يوم طيب طيب لا تعنا بسم شيخنا وإن كان يعني في مسألة بين الفقاء فيها المسألة لكن على كل حال في القيمة تدفع ولكن نبأ الناس إلى مسألة أن هذه القيمة التي تدفع في كفارة رمضان تدفع لمساكين متعددين بتعددي أيام رمضان لا تعطى لشخص واحد لا تعطى لمسكين واحد تدفع في كفارة رمضان 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 تدفع في كفارة رمضان